بعد خمسة أشهر من تسلمه مهام منصبه اقترب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث من هدف إعادة الأطراف اليمنية المعنية إلى جولة مفاوضات جديدة بإطار جديد سيكون الاتفاق عليه أول بند في هذه المفاوضات المقرر أن تنطلق في جينيف في السادس من شهر سبتمبر المقبل ذلك ما كشفت عنه الإحاطة الرابعة التي قدمها جريفث أمام مجلس الأمن في جلسة عقدها الخميس وخصصها لمناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط وأقر فيها جريفث بوجود إعاقة للسئناف العملية السياسية في سبتمبر مع بقاء الحديدة على حالها نقطة جاذبة في إطار المعركة الدائرة في اليمن ودعا جريفث الأطراف لتوفير بيئة مواتية كما دعا المجلس إلى توفير المزيد من الدعم للجهود المتعلقة بإعادة إطلاق المشاورات في جينيف ودعم جهود تخفيف التوتر في الحديدة وإبقاء البحر الأحمر بعيدا عن النزاع إحاطة المبعوث الأممي تضمنت إشارة خجولة إلى ما اعتبره تقدما يتعلق بدور الأمم المتحدة في ميناء الحديدة أساسه موافقة ميليشيا الحوث على القبول بإدارة أممية للميناء ساهم بحسب جريفث في إغلاق الفجوة التي كانت موجودة على هذا الصعيد في وقت لا يزال يعتبر فيه أن مهمته الأساسية هي تعزيز العلاقات مع الأطراف وبأنه لن يتخلى عن تحقيقه حتى الآن وفيما أقر جريفث بالفشل في وقف معركة الحديدة شدد بأنه لا يجب أن يسمح لعدم إحراز تقدم في الحديدة بسبب فقائها نقطة توتر متزايد بأن يعيق الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع في اليمن الحكومة اليمنية وعبر إفادة مندوبها في الأمم المتحدة أحمد عواض بن مبارك اعتبرت أن أي مشاورات لا تسند إلى إنهاء الانقلاب وتمكين السلطة الشرعية من مزاولة مهامها في كافة المناطق هي مجرد نقاشات ستعمل على تعقيد المشهد وستفرغ مشاورات السلام من أهدافها الحقيقية موقف لا لبس فيه في مقابل صيغة الحل التي تسربت من خطة جريفث بشأن إدارة الحديدة والتي رأها المراقبون محاولة لخلق منطقة شبه محايدة يحضر فيها نفوذ الميليشيا الانقلابية ويغيب عنها نفوذ السلطة الشرعية المعترف بها دوليا بين أمل في استئناف العملية السياسية والتحديات الماثلة تراوح جهود الأمم المتحدة فيما يبقى ليمن رهن الحرب التي تكرس مأساته الأسوأ في تاريخه المعافر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر